اشتركوا في القناة 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 الكبير الهضرة تعودت في الحصة هذه واحد ست خطرات وهو يعود فيها وصحافي قاعد يبوسي فيها لأن صحافي حبي يعرف حبي نطقوا حبي يخرجوا باش ينطق حقيقة ولا لأخر رباد قالوا خلاص حبس قالوا ما رانيش حايبكي ما نقول له خلاص خرجنا من الموضوع هذا موضوع طويل أوكي أنا مدى بي اللعبوا مع فرنسا بو الجزائر ولا فرنسا أنا ما يهمنيش نجيبهم للجزائر واش نجيبهم البليدة بليدة ما نعطو لكم الحس في فرنسا إذا ربحناكم في فرنسا فأنا هيا راه يتولي كاريت المتخب الفرنسي يعني نروح وجمل بالماضي قطاب لعلي يا خوتي ها جمل بالماضي قطابوا على بالكم باللعبين محرزوا قعقع اللاعبين عندهم الحرارة هذي كباش يربحوا فرنسا يعني أنا مدى بي نشوف المباراة هذي ونتمنى على كل حال وعندي ثيقة كبيرة في جمل بالماضي رح يضربوه بقوة يعني ماتش مشي في عينال يعني ماتش تقدر تقول حرب يعني بين بلاد وبلاد يعني جمل بالماضي لو كان يلعب ضد فرنسا شتوه الماتش اللي لعبه هو في الماتش اللي يلعب ضد فرنسا هو كي كان كلاعب شتوه الحرارة اللي كانت فيه مع أنه مدربوا هذي كل وقت راكوا على بالكم اللاعبين وشخلوطة وكده مع أنه مدرب يضرب بيقوة بتشكيلة قاوية جدا 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 فكركم بتاع جدا جدا يضرب بيقوة المنتخب الفرنسي هذا أنا نتمنى تكون هذا المباراة ونتمنى الفوز للمنتخب الجزائري أنتم ما أعطوا لي رأيكم في التعليقات وش رأيكم في هذا الموضوع والرابط كما قلت لكم رأوا في المنتدى نديروا في أول تعليق هذا ما أعطوا وش عليكم خوتي ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام